السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اه انا عايزة اعرض على حضرتك دلوقتي انا متجوزة بقيلة ستة وشر سنة. اه. 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 وعيشة مع زوجة كنت عايشة ببيت عيلة وكده وشيلت ومقصت شفائية حاجة. اه. وعيشة معهم استحملة وكل حاجة. بس دايما بيش. يعني انت عايشة ببيت عيلة. لأ احنا دلوقتي كل واحد قاعد واحد حضرتك. يعني انت دي دي. عيشت لغاية كم سنة في بيت العيلة? اه. عيشنا او بعتاشر سنة. يعني. طيب. يعني انت بقى. بلغاتنا فصلتي من سنتين. فصلتي عن نوم من سنتين. ايه. حضرتك. يعني ده مش مشكلة لانت مشكلة ان انا عايشة معجوزة وبحطير مو كل حاجة وبقدره. وهو انسان كويس. بس دايما بيهني قدام اولادي. مم. دايما بيشتمني وبيسبيلي بالدين وبيهني قدام اولادي. ده طبعه. ده طبعه ولا هو بيعمل معاك انت مخصوص كده? لا. هو هو يعني بحكم شغلانته. هو بيزهق وبيتعصب وكده. بس انا انا نفسيتي كل ما ده حريتك وبتتعب. نفسي احترمي. انا عارف. انا بس اعل بس. انا بس اعل بس عشان لما اقول لك علاجي يكون مناسب. انت دلوقتي. هو ده طبعه طول حياته انه هو بيعمل كده? هو مش عصب يعني. طيب. 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 سؤال حضرتك. انا يعني انا نفسيتي كل ما ده وبتتعب. فانا اخلني مستحملة كده ولا. ولا اخو القرار ولا اعمل ايه. انا صعب افكر في الانفصال ورجعت انا فكر في اولادي. طيب اجاوب على حضرتك يا استاذة منا. اجاوب على حضرتك. اول حاجة. محدش يرضى في الدنيا ابدا لأي حد ان هو يستمر في حالة الاهانة. لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه. فمجزء من عرضي هي سمعتي. جزء من عرضي ان انا لا اسب. ولذلك في حد اسمه حد القذف عشان عرض الانسان. ففي حاجة اسمها عرض الانسان. فالانسان لا يحب ان يسب. ولا يحب ان يهان. ولا نقبل ان حد يسبق او يهان. وحتى فيه تعزير للاهانة ان واحد ينال من الانسان فيعذر على ذلك. طيب. طيب. ما انت قلت محدش يفضل في الاهانة. لان احنا عندنا رسول الله ما كان بيوجه الرجالة يقول. لا يفرق مؤمن مؤمنة. اذا كره منها خلقا راضي منها الاخر. يعني ايه. يعني حضرتك بتقولي انا مش راضي عن الاهانة. صح. واقف في ده صعبة جدا جدا. وخاصة لما تكون قدام الاولاد زي ما حضرتك تفضلتي. فهنعمل ايه. اول حاجة هنطلب من زوجنا. ان احنا نقعد معه. مع حد عاقل وكبير. ونسأله. هو ايه اللي انا بعمله. يخليك عصبي وتستعمل ده وده وده. فيقول كيت وكيت وكيت وكيت. فنيجي نقوله. طب واذا تركنا ده. اكيد هيقوله طبعا انا مش هعمل كده. طب اذا كان ده طبع حضرتك. اعمل ايه. انت اللي هتقوله. اعمل ايه. عشان ايه. اساعدك ان انت ما تعملش كزا. هيقولك كيت وكيت وكيت وكيت. هتقولي لي وانا علي بداي كله ايه. اصلا باتكلمش عن عدوك. انا باتكلم عن عيشة ستاشر سنة. باتكلم على شخص انت عندك منه اولاد اختلط لموكم ببعض. هل انا رضي لك الاهانة؟ اكيد لا. بس ما ارضللتش الخراب. ما ارضلتش ان اولادك يعيشوا ببيئة غير سليمة. فلذلك قبل ما نعمل حاجات هنعمل شوية خطوات. اسمها خطوات الاصلاح. دي صفة سيئة او سيئة. لكن في نفس الوقت لازم نعمل ايه؟ لازم نراعي ده. فتعمل ايه؟ نتفق ونقعد ونساعد بعض. وهياخد ده وقت. بس انت هتكسبي نفسك وهتكسبيه. الحاجة التانية ادعيله كتير في السجود. يعني جوزك. حبيبك. ايه هتنسى ان هو ده حبيبك. حشتي معها ستاشر سنة. فدعيله. ليه كده كل واحد يتقذي. يروح سايب حبيبه ويروح هو في البيت والدنيا كلها تخرج. حبيبك يدعيله. هتقول لي طب هو لو كان الراجل اللي بيعمل كده كنت هتقول كده او الله. احنا بس بننسى ان احنا وانحنا بنتعامل مع ازواجنا. بننسى شويتين تلاتة. احنا متعامل مع احبابنا. او ما يجب ان احنا نكون متذكريين لهم احبابنا. يا رب دي مننا يا رب العشر الحسن. وجعلنا يا ربنا من اهل الرشد. ومن اهل الفهم. ومن اهل اليقين من انك يا ربنا. انت الذي تمد بيوتنا. فانت الذي وعدتنا. وجعل بينهم مودة ورحمة. فنحن واثقون من انك يا مولانا. تنظر الى بيوتنا. لتمدنا بالبركة والنور والغسعة. اللهم اشرح صدورنا. لنكون متمسكين بمددك. بان بيوتنا ما زالت فيها انفاس مليئة بالمدد. وملئة بالرحمة. وجعلنا يا ربنا ممن ممن يتمسكون بهذا المدد. لتفتح عليهم ابواب رزقك وبركتك. يا ارحم الراحمين. يا رب العالمين. اجعلنا على الدوام. برحمتك متمسكين في كل وقت وحي.